كالخير فنسيخ الأخ محمد يسأل عن حديث لا عدوى ولا طيرة يقول أن هذه العدوى لا تضر إلا بأمر الله تعالى والبعض يقول يخاف من هذا المرض والوباء الذي انتشر مرض كورونا والبعض أيضا يقول لا يخاف فيقول كيف نوفق بين هذه الأمور الحمد لله من عقيدة أهل الإسلام أنهم يعتقدون بأن الأمور كلها بيد الله كلها بيد الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني لا عدوى إلا بتقدير الله لا عدوى إلا بتقدير الله بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يورد ممرض على مصح يعني لا يورد الإنسان إبله المريضة على الإبل الصحيحة وكان يقول عليه الصلاة والسلام فر من المجدون فرارك من الأسد وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن أولا الأمور كلها بيد الله الأمر الثاني أن الله عز وجل قد يجعل هذا السبب مؤثر وقد يسلبه التأثير المسألة الأخرى واجب على المسلم أن يبذل السبب مع التوكل على الله جل وعنه واليقين بأن الأمور بيد الله وأكبر مثال هذا الفيروس بعض الناس سبحان الله العظيم ما أصيب وبعض الناس أصيب ونجأ وبعض الناس أصيب ومات وبعض الناس مر عليه بردا وسلاما فهذا تقدير الله سبحانه وتعالى ولذلك الواجب على الإنسان التوكل على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب أما يأتي شخص يقولك لا يكفي التوكل على الله من دون بذل السبب فهذا حمق وضعف في العقل وفي المقابل يأتي شخص يعتمد على الأسباب اعتماد كله بمعزن عن التوكل أيضا هذا والعياذ بالله شرك فالمؤمن يتوكل على الله ويبدل السبب